في الأزمة الروسية الأوكرانية أكدت الرئاسة الروسية أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستكلل بالنجاح جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوفل للصحفيين ردا على سؤال نعم إذا كان يرى أن مستقبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعتمد على نجاح العملية العسكري الروسية في أوكرانيا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر في 24 من فبراير الماضي بدأ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهورية دونباس قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجيل ريبا كوفا أن روسيا لا تعتزم إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة وأوضح المسؤول الروسية أن بلاده لم تشرى في الاتصال بواشنطن في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا مشيرا إلى أن الاتصالات مع الولايات المتحدة تتم عبر الهاتف وعبر القنوات الدبلوماسية وليس على المستوى الرئاسي أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلعين عزمة للتحاد الأوروبية فرض حزمة عقوبة جديدة على موسكو وخلال زيارة أجرتها إلى فرلندا شددت رئيسة المفاوضية الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي لن يهدأ حتى تتفوق أوكرانيا على روسيا مشيرة إلى أن حزمة العقوبات التي تعد التاسعة تأتي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفي سياق متصل أعربت المسؤولة الأوروبية عن ثقتها في التواصل قريبا لاتفاق بشأن الحد الأقصى للأسعار العالمية للنفط الروسية قالت الولايات المتحدة أن روسيا تتعمد تدمير البنية التحتية لشبكة الطاقة في أوكرانيا بشكل متزايد مع اقتراب فصل الشتاء لتزيد من معاناة الشعب الأوكراني وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن استهدف روسيا البنية التحتية لشبكة الطاقة في أوكرانيا يزيد مخاطر وقوع حادث أمان النووي والذي لن يقف تأثير على أوكرانيا فحسب بل سيؤثر على المنطقة بأكملها أيضا هذا وقد شهدت أوكرانيا انقطع طيار الكهربائي عن أكثر من سلوسي العاصمة كييف وأحدثوا القصف الواسع أضرارا في إمدادات الطاقة هذا ونشد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف القصف على البنية التحتية درجة حرارة تحت الصفر وسكان بلا إمدادات طاقة أو تدفئة كان ذلك حال الأوكرانيين بعد تعرض شبكة الكهرباء للقصف مصفرا عن انقطاع تام للكهرباء اتهامات متبادلة أطلقتها روسيا وأوكرانيا فكييف ترى أن قصف الجيش الروسي للبنية التحتية الأوكرانية هو المتسبب الرئيس في انقطاع الكهرباء فيما تؤكد موسكو أن استهداف البنية التحتية ناجم عن صواريخ أوكرانيا نفسها وأمام مجلس الأمن الدولي قال الرئيس الأوكراني زيلينيسكي إن الغارات الجوية الروسية على شبكة الكهرباء تمثل جريمة واضحة ضد الإنسانية على حد وصفه منشدا أعضاء المجلس اتخاذ إجراءات لوقف الضربات الجوية الروسية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية أما موسكو فردها كان على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فسيليني بنزيا الذي أكد أن الأضرار التي لاحقت بالبنية التحتية الأوكرانية نجمت عن الصواريخ التي أطلقتها أنظمة دفاعها الجوي وسقطت على مناطق مدنية بعد إطلاقها على صواريخ روسية رافضا ما سماه بالتهديدات والإنظارات الطائشة من قبل أوكرانيا وحلفائها في الغرب وفي استرسبورغ أطلق البرلمان الأوروبي مبادرة باسم مولدات الأمل تدعو المدن الأوروبية إلى التبرع بمولدات كهربائية لأوكرانيا لتعويض النقص الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي فيما قالت رئيسة البرلمان الأوروبية روبيكا موتسولا إن الأوكرانيين يحتاجون الآن إلى دعم مادي من أجل فصل الشتاء أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عمل تخريبي استهدف خط أنابيب الغاز الجنوبية واحتجاز مجموعة من المتورطين في التحضير له وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي صادر أربعة ألغام مغناطيسية ووسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع مسؤول في الاستغبارات الأوكرانية بالإضافة إلى المعلومات حول تحويل الأموال وإحداثيات موقع الانفجار في مقاطعة فولفجران الروسية أعلن وزير الداخلية الأوكرانية عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة سلاسة آخرين في هجوم صاروخي الروسي استهدف مباني سكنية وقال موناسترسكي أن روسيا تواصل شن ضربات صاروخية مكثفة على سكان المدنيين في أوكرانيا مضيفا أن روسيا نفذت هجوما مخططا له على مستشفى للولادة في منطقة زبورجيا حيث لا يوجد سوى النساء والأطفال والعاملين في المجال الطبي أعلنت تهيئة الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجمات على منشآت للطاقة ومواقع عسكرية في مقاطع فورنيجا وفي بيان ذكر الأمن الروسي أنه تم تصفية قائد الخلية واثنين من مساعدي خلال تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة احتجازهم بضواحي فوفنيج مضيفا أنه تم العصور خلال التفتيش على أسلحة نارية وذخيرة ومتفجرات إضافة إلى أجهزة اتصال موضحا أن هوية الجناة والملابسات المتعلقة بنشاطاتهم لم تكشف حفاظا على سرية التحقيق أعلنت الحكومة المجرية عزمها تقديم مساعدات مالية بقيمة 187 مليون يورو إلى أوكرانيا وتأتي المساعدات ضمن حظمة مساعدات أوروبية تقدر بنحو 18 مليار يورو حتى 2023 وقالت الحكومة المجرية في مرسوم أنها على استعداد لدفع حصتها من الدعم لأوكرانيا لكنها ترفض دفعها من خلال الاقتراض المشترك الذي وفق عليه الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصاداته خلال جائحة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر